المكسرات والبهارات في طاولات وموائد استقبال الضيوف في المنازل اليمنية تعد دليلاً على الحفاوة والكرم لدى اليمنيين ما يجعل الإقبال على هذه السلعة كبيراً من قبل المستهلكين ونظر للإنتاج المحلي لها والذي يعتبر ضعيفاً مقابل الطلب يلجأ الكثير من التجار لاستيرادها من دول عدة مشكلات كثيرة يواجهها التجار مع مسألة استيراد البهارات والمكسرات بدأت تتفاقم بشكل كبير مع سنوات الحرب أولى هذه المشكلات تعرض بضائعهم للتلف لسبب تأخير عملية شحنها وبقائها في الموانئ لفترات طويلة خصوصاً تلك القادمة عبر ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي كما يشكو التجار من تكبدهم خسائر فادحة تدفعهم للبحث عن مصادر شحن بديلة تخفف من معاناتهم يرجع تجار البهارات الأسباب الحقيقية وراء تأخير البضائع في الميناء إلى شركات الشحن الأمر الذي يدفعهم إلى بيعها بسعر أقل من قيمتها السابقة طبعاً البضاعة هي التي تأخر في الميناء نتيجة لا أدري أشياء الأسباب التي تحصل هنا إنما هي تتأخر ما يسبب علينا يعني أننا نحن نلقع بيعها بسعار غير سعرها المقبول والمرغوب في السوق سبب تلفها أو سبب قد تكون معرضة لنوع من سوء التخزين بسبب أنها تقلس في الميناء الحياة فترة أطول ليست هذه المشكلة الوحيدة التي تواجه تجار العطارة فهناك مشكلات ارتفاع التأمين أيضاً ما يضيف أعباء مالية إلى عملية الاستيراد فضلاً عن عزوف عدد من خطوط الملاحة العالمية عن التعامل مع عدد من الشركات المحلية بسبب التوتر في البحر الأحمر لحل هذه الإشكاليات يطالب التجار بتحويل البواخر إلى مناطق الشرعية نظراً لوجود عدة موانئ منها ميناء عدن والمخى والمكلة ما قد يسهل إمكانية وصول البضائع في وقتها المحدد وعدم تأخيرها ترجمة نانسي قنقر